اشتركوا في القناة في رأيي اصلنا تقليدي كلاسيكي القديمة احلى ولو كانت واحلى لكن الحكومة عاملة العشرة جنيه اللي هي صدنا دي الجديدة ليها اهداف حنبقى نقولها بعد كده الفرق الواضح بين العملة الجديدة والعملة الاقدم هما طبعا ما تبعوش الا عشرة جنيه اللي هي بلاستيكية لسه باقي العملات ما عملوهاش بلاستيكية العملة البلاستيكية اللي هي فوق دي معمولة مش من بلاستيك بقى لأ معمولة من مادة اسمها البولي بروبولين السنائي فاحنا مجازا هنقول عليها عملة بلاستيكية العشرة جنيه الورائية بقى القديمة شوية دي ولو انها معمولة هي قصادنا في 7-6-2020 دي مصنوعة من القطن وكتان وبعض الالياف في الشكل الظاهر لقصادنا ده فوق اهو انا بشاور عليه ده مسجد الفتاح العليم الموجود في العاصمة الادارية تحت هنا في العملة الاقدم مسجد الرفاعي الموجود في القلعة وهنا ده جزء المفروض شفاف بس عشان تحتيه ورقة واخد لون الورقة برضو ده مسجد الفتاح العليم محافظ البنك المركزي الاستاذ طارق حسن عامر هو الموجود في العملتين الجزء اللي انا بشاور عليه ده بالاشعة فوق البنفسجية هيظهر الشكل ده ملون وكمان هيظهر رقم 10 ضاهر العملة هنلاقي العملة البلاستيكية موجود تمثال الملكة حبسة شوت بينما ضاهر العملة الاقدم شوية اللي هي الورائية تمثال خفرة الملك خفرة وورا حورس حورس ده بيعتبر إله عند الفرعنة كمان هنا في ظهر العملة البلاستيكية الهرم الأكبر وكمان هنا في ظهر العملة البلاستيكية مكتبة الأسكندرية طب في دول عملوا العملة البلاستيكية طبعا في يعني دولة زي استراليا عملت العملة البلاستيكية من سنة كام من سنة 1988 يعني من حوالي 34 سنة بدأت بالدولار الاسترالي وسنة 1996 عملوا كل العملات الورائية جميع الفئات عملوها عملات بلاستيكية طب فوق أوروبا في دول طبعا فيه زي رومانيا مثلا أول دولة أوروبية سنة 1999 عملت حكاية العملات البلاستيكية بعد كده جت نيوزولندا وكندا وسلطنة بروناي وبيتنام وسنغافورة وكمان بريطانيا طب في العالم العربي فيه دولة جر مصر عملت العملات البلاستيكية طبعا الكويت بدأت الحكاية دي من سنة 2013 السعودية من سنة 2020 عملوا الخمسة ريال طب فيه تشابه ليه بين العملة المصرية في التصميم يعني مش لازم في التمثال أو في الجامعة أو كده في التصميم فيه تشابه بين العملة البلاستيكية المصرية العشرة جنيه مع العشرة جنيه اللي سترليني اللي عملاها بريطانيا لان الشركة اللي صممت العملة المصرية الجديدة هي نفسها اللي صممت العشرة جنيه اللي سترليني الشركة البريطانية بقى لصممة العشرة جنيه الاسترليني والعشرة جنيه المصرية هي شركة واحدة دولارو هي دي الشركة البريطانية عشان كده في تشابه بين العملتين طب الدول اللي هي عملت العملات البلاستيكية بتستفاد ايه ايه المميزات عمرها الافتراضي اطول من العملات الورائية يعني العملة الورائية بتتبهدل بسرعة بتنتقل من ايد ليد ما بتستحملش فعمرها الافتراضي بيبقى ليل دي ادها 3 ا 4 مرات عمرها الافتراضي بتستحمل طبعا اكتر ودي ميزة طبعا كويسة كمان في ميزة خطيرة ان العملة الجديدة البلاستيكية مقاومة المية يعني لو محطوطة مثلا في بانطلون وتغسل مش هتتأثر بل على العكس ان احنا ممكن نمسك العملة البلاستيكية دي ونخسلها بالمية والصابون كمان ومش هتتأثر كمان في ميزة حلوة انها صعب الكتابة عليها بالقلم الجاف فما بتتشوهش زي العملة الورائية في ميزة كمان للدولة اللي بتعملها عارفين احنا لما بتيجي العملات الورائية القديمة مثلا بنغيرها من البنك المركزي بنديله الورائي القديم التالف في الدينة جديد الحكاية دي بتخسر الدولة ملايين الجنيهات كده هتوفر هتوفر ملايين الجنيهات لان عمرها اطول الافتراضي طبعا احنا بند البنك المركزي لعملات القديمة بيعدموها وبيتبعوا بدالها عملات جديدة كمان بعد عدة سنوات لما تنتشر حكاية العملات البلاستيكية ربما بقى يقولك احنا هنلغي الورائية فالناس مجبرة انها تبدل الفلوس اللي عندها اللي هي خارج الاقتصاد الرسمي اللي محوشها في البيت مثلا مضطرة الناس نها تروح للبنوك وتبدلها فيتعرف الناس دي مصدر فلوسهم جايبين ومنين كمان العملة البلاستيكية صعبة التزوير حجمها اقل من الورائية وبالتالي في النقل بتوفر مساحة في النقل ومساحة في التخزين ان شاء الله على شهر فبراير القادم من السنة الجاية بمشيئة الرحمن هتنتشر العشرة جنيه وحتبقى هي السيدة اللي مع الناس وبعد كده الحكومة تعمل العشرين جنيه البلاستيكية اما بقى العملات فئة الخمسين والمية والمتين لا لسه شوية لما الحكومة تشوف العشرة جنيه والعشرين جنيه اخبارها ايه لسه بعد كده حيفكروا يعملوا العملات الاجبر بكده انا وضحت بعض الفروق الهمة بين العشرة جنيه البلاستيكية والعشرة جنيه الورائية وفي النهاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة